سلة غذاء الأردن باتت شبه خاوية وخيرات الأرض التي كانت بالأمس القريب مصدر دخل جيد لكثير من المزارعين أضحت اليوم تشكل تهديدا حقيقيا إما بالسجن أو الإفلاس أو كليهما فتراكم الديون المستحقة على المزارعين للقطاع الخاص وحده قاربت النصف مليار دينار 40% غير مستغل وراضي قاحلة أصبحت لعدم قدرة المزارع حتى على إحراث أرضه حتى أن يحرثها مش قادر يحرث تراكم ديون ضخمة وصل عدد مبلغ القطاع الخاص على المزارعين ما يقارب 450 مليون دينار البحث عن الحلول لم يكن بالأمر الهيئ فالعوائق كثيرة أمام المزارعين فهذه الأراضي الشاسعة في وادي الأردن هجرها مزارعوها منذ سنوات لارتفاع أجور العمال وضعف التسويق لمنتجاتهم التي عبرت الحدود سابقا حتى وصلت إلى أوروبا لكنها اليوم حبيسة الأغوار بعد إغلاق الحدود أمامها لما أعطوا القروضها يعطوها لإغاية شراء البيوت بلاسيكية وكان لدينا زراعات تعاقدية مع دول أوروبا لما تم تسكير الطرق التي جرى الظروف التي حكينا عنها طبعا بقيت هذه البيوت موجودة الآن بلشت الزراع بالمحصول لأتيها دخيار وبندور وبتنجال مما يجي إلى غراق السوق ويعني الآن السوق مغرق وما في عندنا له أي صرفة فنتمنى على الحكومة أن نتعيد النظر في هذا الموضوع ديون المزارعين تنوعت مصادرها وازدادت الجهات التي تقدم قروضا للمزارعين كالبنوك وشركات التمويل أو مؤسسة الإقراض الزراعي منذ بداية العام أقرضنا 38 مليون تقريبا منها لفئة النساء ما يزيد عن 10 مليون دينار وما يزيد عن 2100 سيد وفتا أيضا 5.5 إلى 6 ملايين تقريبا لمشاريع في مناطق البادي الأردنية غرق المزارعين في الديون وتضاعف الفائدة لتعثر السداد دفع الكثير من المزارعين لمطالبة الجهات المقرضة إعادة جدولة ديونهم أو إلغاء الفائدة عليها للخروج من أزمتهم المالية في عام 2018 وحدة أكثر من سبعة ألاف مزارع حصلوا على تمويل لمشاريعهم من مؤسسة الإقراض الزراعي التي أكدت أن استمرارية المشاريع فاقت التسعين بالمئة رعد بن طريف المملكة الأغوار الوسطى